أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان بحييك في اسم الرب يسوع سؤال طبعا اتوجه عدة مرات ماذا عن كفن المسيح البعض بيسأل عن الكفن فعلا اللي كان يعني في على جسد المسيح في القبر والبعض الآخر بيقصد الكفن ما يسمى كفن تورينو خليني في الأول أشرح الخلفية والمرجعية لهذا الموضوع يسوع المسيح مات يوم الجمعة وقبل دخول السبت في شخصية اللي اسمها يوسف الرامي طلب اذن من بيلاتوس ان ينزل الجسد من الصليب وفعلا يدفن الجسد قبل دخول السبت وفعلا بحسب انجيل يحنى في اسحاح 19 هو كان مؤمن بالسر طبعا طلب الاذن في آية 39 وجاء ايضا نيقوديموس الذي اتى اولا الى يسوع ليلا وهو حامل مزيج مر وعود نحو مئة من فاخذا جسد يسوع ولفاه باكفان مع الاطياب كما لليهود عادة ان يكفنوا يعني خلي بالاكن مش الطحنيط زي ما كان بيفعلوا المصريين وكان في الموضع شوف التدقيق في الموضع الذي صلب فيه بستان وفي البستان قبر جديد لم يوضع فيه احد قط فهناك وضع يسوع لسبب استعداد اليهود لان القبر كان قريبا وبعدين لما راحت مريم المجدلية الى القبر شافت ان الحجر مدحرج وطبعا ذهبت الى بطرس ويحنى والاثنين ركدوا الى مكان القبر في يحنى عشرين اي اربع وكان الاثنان يركدان معا فصبق التلميذ الاخر بطرس وجاء اولا الى القبر وانحنى لان نخلي بالك القبر فيه زي حجرتين الحجرة الاولى وين بكفن الجسد وانحنى فنظر الاكفان موضوعة ولكنه لم يدخل ثم جاء سمعان بطرس يتبعه ودخل القبر ونظر الاكفان موضوعة والمنديل الذي كان على رأسه ليس موضوعا مع الاكفان بل ملفوفا في موضع وحده فحينئذ دخل ايضا التلميذ الاخر الذي جاء اولا الى القبر ورأى فآمن احداث الصلب طبعا كانت كلها سريع حتى ينزلوا الجسد ويكفن قبل دخول السبت العظيم وفعلا لما حتى مريم راحت للقبر ما كانوا متوقعين قيامة المسيح مع انه اعلن عدة مرات عن قيامته وظنت انه حد صرق ومتل ما قاله طبعا اليهود عن جسد المسيح ولما بطرس ويحنى ركدوا الى القبر يحنى نظر الى القبر شاف شيء عجيب شاف انه الكفن موجود بس الجسد مش في الكفن اوكي يعني انسحب من الكفن وانسل فلما وصل بطرس وشاف نفس المنظر بعدين شافوا المنديل اللي كان على الرأس كان ملفوف يعني مرتب مطوي ومرتب وموضوع جانبا موضوع جانبا لما دخل يحنى هذا الحادثة خلت يحنى مثل ما يقول الكتاب رأى فآمن فلاحظ انه يعني الكتاب يتكلم عن اتنين من مجمع السنهادرين اللي هو يوسف الرامى مكتوب في الاناجيل الاربعة يوسف الذي من الرامى كان واحد من اعضاء مجلس السنهادرين في مرقص خمسة عشر كان غني في متى سبعة وعشرين كان ينتظر ملكوت الله في لوقى ثلاثة وعشرين كان تلميز يسوع بالسر يحنى تسعة عشر آية ثمانية وتلاتين كان عنده السلطة انه يطلب الازن من بلاطوس يحنى تسعة عشر آية ثمانية وتلاتين وبرضه في يحنى اطنعش بيكتب انه كتير من الرؤساء آمنوا بس خايفين لسبب اليهود مكتوب لانهم احبوا مجد الناس اكثر من مجد الله على كل حال جاءه ونقوديموس جاء معه كمية كبيرة من مزيج المر والعود حوالي يعني بين التمانية وعشرين للتلاتين كيلو جرام احنا متكلم عن كمية هائلة كمية كبيرة يعني ممكن تكون تحويشة العمر كله بالنسبة لنيقوديموس لانه هاي المواد غالية جدا فالمر هو مادة من الصمغ مادة صمغية عطرة لها رائحة كتير كتير حلوة وبنفس الوقت طرية لازجة وعادة بياخدوا هاي المادة بيصحقوها مع العود العود اللي هو مسحوق من خشب الصندل له كمان رائحة كتير كتير عطرة وهاي الريحة كتير كتير طيبة فلما بيمزجوا العود مع المر ولاحظ الكمالة لفاهوا بأكفان مع الأطياب يعني فوق المر والعود وكل السبايسز البهارات اللي بحطوها في الخلطة كمان كان معهم الأطياب والعطور والأطياب غالية جدا يعني بتتذكروا لما مريم أخت ألي عازر كسرت عطر ناردين وكان ثمنها 300 دينار 300 دينار الدينار هو أجرة عامل ليوم كامل فتخيل هذه الأطياب بصيغة الجمع فإذا نحن نتكلم عن يعني سعر غالي جدا وكلفت تضحية هائلة جدا وسمعتهم وحياتهم لأنه عملوا شيء ضد المجمع السنهادرين اللي حكم على يسوع المسيح فعملوا الشيء أعلني هذه الأطياب والعطور بيرشوها طبعا بعد ما يغسلوا الجسد بيرشوها على جسد المسيح وبعدين بلفوه بالكتان بلفوا الكتان وبعدين بحطوا هاي المادة اللي هي المر والعود المزيج بحطوه على طول الكفن على طول الجسد وهاي المادة بتساعد الكتان إنه يلتصق مع الجسم فتخيل يعني هون الكتاب بقول إنه الجسد يعني شافوا الكفن مناتوا إنه الجسد انسحب أو انسل وهاي ضد كل البدع ونظريات اللي طلعت من زمان إنه سرقت الجسد طيب قولوا إنه التلاميذ سرقوا ونحن نيام طيب كيف عرفتوا إنه التلاميذ اللي سرقوا الجسد وأنتم نيام وفردا إنه كانوا صاحيين ولو أجوا التلاميذ يسرقوا كان حكوا إنه التلاميذ سرقوا الجسد بعدين إن الجيش مدرب عسكر يعني هل كان ممكن يدافعوا ويقتلوا التلاميذ الجسد نسل ونسحب من الكفن وهذا ضد نظرية إنه الجسد سرقت الجسد ضد نظرية الإغماء لأنه منشوف من العطور ممكن إنسان يختنق حتى لأنه الإغماء بقولوا إنه المسيح ما مات على الصليب لكن أغمي عليه ومن برودة القبر صحي طبعا هذا الشيء لا يعقل ولسيما اللي فحصوا الموضوع الرمان وهدولا متخصصين في الموت وطبعا ضد نظرية القبر الخاطئ لأنه شافوا ما فيه الجسد يعني ما رحوش لقبر خاطئ وضد طبعا فكرة الشبه إنه واحد شبها ليسوع المسيح والدليل واضح إنه قام من القبر وضد فكرة القيامة بالروح لا هو قام بالجسد جسد جديد فكل هذه الإثباتات أحبائي خلت يحنى الرسول يؤمن نظر يعني رأى وآمن وهذا كان دليل مهم جدا في بداية الكنيسة إنه الكفن موجود موضوع كان دليل لكن إذا كان السؤال على كفن تورينو هذا الكفن بسموه كفن المسيح محفوظ بالكاتدرائية في كنيسة يحنى المعمدان جوفاني بابتيتسا في تورينو في إيطاليا وعبارة عن قطعة طويلة من القماش طولها أكتر من أربع أمطار ونص يعني حوالي أربع أمطورة والتلات أرباع والعرض متر وربع وكانت من الكتان الأبيض وهذا الكتان معروف إنه بيطلع في منطقة فلسطين أو في الشرق الأوسط الصورة اللي هي نيجيتف وطبعا لأنه نيجيتف استحالة إنه أي رسام يرسمها ونيجيتف إنه استحالة أي نوع من الأصباغ أو الألوان حتى واحد يحاول يرسم هذا النوع من الرسم فمستحيل إنه رسام يرسم نيجيتف نيجيتف بالذات إنه من يعني زي ثري دايمينشن لها ثلاث أبعاد من وراء ومن الأمام طبعا هذا الكفن أو الكنيسة خلينا أقول في القرن الخامس عشر اتعرضت لحريق هائل والصندوق اللي كان فيه الكفن كمان احترق بس الكفن احترقت الأطراف يعني اليوم لما بتكبس على جوجل وتشوف شكل هذا الكفن بتشوف إنه فيه من الأطراف محروق فإذن واضح إنه النيجيتف اللي موجود على هذا النوع من الكتان كان إنسان عمره في التلاتينات وفيه أثر لمسامير المسامير كانت في الرصغ وما فيش إكسور وواضح إنه فيه كان زي يعني بقع دم من عند الرأس وهذا دليل إنه كان فيه تاج شو يعني لما كفنوا أكيد أخذوا تاج الشو وبتشوف على الجسد من وراءه من الأمام أثار دم متعرجة على هذا الكفن واضح إنه تعرض للجلد والجلد إحنا مثل ما قلنا الجلد الروماني هي عبارة عن قطع حديد أو عدم بيدخل الجلد ومرات بفجر الشريين وطبعا من اليمين ومن اليسار كلها فيه جروحات وواضح إنه هذا الجسد اتعرض إلى تعذيب شنيع تعذيب عنيف جدا وواضح من هذه الصورة النجاتيب إنه القفص يعني مقبوض لإنه اللي اللي بيكون على الصليب حتى لما بيضغط القفص لتحت بيصير زي نوع من الاختناق فكان عنده زي فرصة يشد يعني من رجليه في المصمار يحاول يرفع الجسد حتى بس يستجمع الهاي فحتى أثار القفص الصدري موجودة في هذا في هذا المكان وطبعا فيه أثار دماء في كل مكان لكن الشيء المزهل إنه فيه كمان بقعة زي دم ومي اللي كانت من الجن بين القفص الصدري بين الضلع يمكن الخامس والسادس اللي بيكون عند القلب والريارة من وراء طبعا هذا الفحص في العصر الحديث بيفحصوه بمادة الإشباء الإشعاع بيسموه كربون 14 وبحسب كربون 14 بيقوله إنه بعود تاريخه حوالي 2000 سنة فإذن الكتان والجلد والمسامير والتاج والحربة كل هذه الأثار والنغتف يعني موجودة على هذا الكتان طبعا عشان أكون منصف إحنا مش هو هذا الدليل الأهم بالنسبة لنا لكن الدليل الأهم إنه لما بتشوف تفاصيل الحادثة إنه بستان قبر جديد القبر كان في مكان الصلب ولما شافوا الأكفان موضوعة المنديل مرتب ملفوف على جند رأى فآمن هذا الشيء الأهم لأنه بتعرفوا اليوم بالعلم الحديث كل مرة بيكتشفوا نوع من الكربونات اللي بيفحصوا ومرة بيكون فيه البعض بيقول 2000 البعض لا بيقول العصر لاحق إلى آخره لكن كل هذه الأثرات بتعبر إنه فيه شخص فعلا مر في هذه المراحل هل هو المسيح؟ طبعا في كتير كنايس بتآمن إنه هذا هو كفن المسيح وعاوز أقول إنه إذا كفن المسيح هو دليل مهم جدا على كل الآثار والتعزيم اللي مر فيه الرب يسوع المسيح من أجل هذا شهادة الكفن تعتبر شهادة مهمة جدا شهادة لها أساسات في الكتاب المقدس لأنه واضح إنه يوسف ونيقوديموس وضعوا الحنوط من مزيج المر والعود والأطياب مع الكتان ما قالش فيه مادة تاني أو نوع تاني وهذا اندل على شيء بدل على صدق كلمة الله لكن أنا عاوز ألفت انتباهك للشيء الأهم في كل الموضوع إنه المسيح حي وإنه ظهر للتلاميذ وإنه شفوه بعيونهم وإنه كل تصريحات المسيح كانت صادقة عندما قال أنا هو القيامة والحياة وتعين ابن الله من جهة روح القداسة بقوة القيامة من الأموات فإذن دليل واضح على لهوت المسيح إنه هزم الموت هزم القبر وهو حي إلى أبد الأبدين وهو الآن يقرأ على باب قلبك وكل ما عليك تفتح الباب تقول له يا رب تعال إلى حياتي غيرني وأنا بشكرك لأن قيامتك أعطتني كمان ضمان قيامتنا وضمان الحياة الأبدية إذا الرب باركك من خلال هذا الفيديو شارك مع الآخرين كون شريك معنا في الخدمة والرب يباركك ترجمة نانسي قنقر